كان في الرياض خلال أعمال اجتماع التشاوري 17 ووزراء الداخلية وقال أمن المملكة العربية السعودية أمان لنا وعزها عز لنا شوفوا التقرير استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من أبريل من عام 2016 أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة عقاد الاجتماع التشاوري 17 بالعاصمة الرياض وترأس معالي الشيخ محمد الخالد الصباح وفد دولة الكويت في الاجتماع حيث ألقى معالي كلمة أعرب فيها عن خالص شكره وعميق تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على احتضانها لهذا الاجتماع التشاوري المهم وعلى حفاوة الاستقبال مشددا على أن الموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت هو الوقوف صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصديها للأخطار الإقليمية وأن أمنها أمان لنا وعزها عز لنا وتوجه معاليه بالتهنئة بمناسبة إقرار رؤية المملكة العربية السعودية مؤكدا أن أبناء الشعب السعودي الشقيق قادرين بإذن الله بتعاضدهم وتعاونهم على تحقيق هذه الرؤية والمضي نحو التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وتوجه بالتهنئة على نجاح مناورات رعد الشمال التي جاءت تتويجا للتحالف بين المملكة وأشقائها وأصدقائها من الدول العربية والإسلامية مؤكدا أنهم يقفون صفا واحدا في مواجهة التحديات وأوضح معالي وحدة المصير بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخريج العربية وأن الوحدة والتلاحم فرض علينا جميعا إزاء التهديدات والتحديات المشتركة وأبرز أن الدول الأعضاء خطط خطوات واسعة على طريق التعاون والتكامل الأمني مشددا على أن الإرهاب أصبح خطرا على العالم أجمع وقد اختتم الاجتماع بالتوصل إلى عدد من التوصيات والقرارات المهمة في مجال الأمن الإقليمي وعقد معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح على هامش جلسات الاجتماع عددا من اللقاءات الثنائية مع أخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية الدول الخريجية الشقيقة تركزت على التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والتصدي للمخدرات وتبادل المعلومات تقريرنا لبعد عزاء المشاهدين